عادة ما يكون المجال الجوي ساحة لاستعراض القوة بين واشنطن وموسكو فلم تخلص سنوات الماضية من اعتراض الولايات المتحدة مقاتلات روسية كما أن موسكو دابت على اعتراض طائرات أمريكية وأخرى تابعة لحلف الناتو في البحر الأسود لكنها لم تجرؤ على الاستدام المباشر حتى حدوث التصعيد الخطير الذي حبس أنفاس العالم بعدما أسقطت موسكو طائرة أمريكية مسيرة في مياه البحر الأسود عقب تحليقها قرب المجال الجوي لشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا الحادثة التي تمثل لحظة محفوفة بالمخاطر تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب الباردة وتندر بدخول الصراع إلى حلقة جديدة من التصعيد وترى العديد من الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية كصحيفة وورد ستريت جورنال في التصعيد الروسي محاولة لتحويل بوتين البحر الأسود إلى بركته الخاصة دون محاسبة حقيقية وكإجراء عقابي رادة تطالب الأوساط المؤثرة في واشنطن إدارة بايدن بالرد عبر إمداد أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى التي ستسمح بضربات أعمق ضد المواقع الروسية فيما تعتبر موسكو أن أي تحرك باستخدام أسلحة أمريكية يعد عملاً عدائياً مفتوحاً ضد أكبر قوة نووية وتتباين المؤشرات حول أسباب التصعيد الروسي الأخير لكنها لن تخرج من إطار محاولة موسكو تجميد الصراع في أوكرانيا مع عدم التوقف عن التلويح باستخدام القوة أو تحذير الغرب من إمكانية الانزلاق إلى استدام مباشر في حال عدم إيجاد مخرج يراعي جميع الشروط الروسية لكن جميع هذه السيناريوهات ستتغير إذا ما صعدت روسيا وأسقطت طائرة وعلى متنها طيارون عسكريون أمريكيون